موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نقاط في المحور الأول من هذا البرنامج نناقش تفاعل أو نتفاعل مع نشاط مركز العاصمة الإعلامي الذي أقيم تحت شعار شتاء صنعاء لتسليط الضوء على ما تعاني صنعاء وسكانها في ظل حكم ميليشيا الحوفي أما في المحور الثاني هذا المحور نناقش أهمية عمال النظافة وضرورة التعاون معهم والاحتفاء بهم وتحفيزهم باعتبارهم من أهم الفئات العاملة المستحقة للرعاية والاهتمام بشكل يليق بجلال الخدمة التي يقدمونها للمجتمع في المحور الثالث هذا المحور نناقش أهمية إدراج المعالم التاريخية لمملكة سبأ من قائمة التراث العالمي وأبعاد ضمها في الوقت ذاته لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وكيف يجب حمايتها نظم مركز العاصمة الإعلامي في مدينة مأرب معرض صور مفتوح تحت عنوان شتاء صنعاء ضم نحو أربعمائة صورة لتصريف الضوء على معاناة العاصمة صنعاء وما أحدثته مليشيا الحوثي من تغيرات واسعة في كافة المجالات المعرض لقي إقبالا كثيفا ونوعيا من سكان مأرب وتفاعلا واسعا على وسائل التواصل بألاف المنشورات والتغريدات بشكل عكس أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعري حالة التجريف والتشويه التي تمارسها مليشيا وعصابات الحوثي تجاه الهوية اليمنية في هذا المحور نناقش أهمية هذه الحملة ودوافعها وأهدافها ونبدأ النقاش بعد أن نشاهد سويا مشاهدين هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل مراسلنا في محافظة مأرب خليل الطويل نشاهد سويا ثمان سنوات بدت صور صنعاء وتفاصيلها غير مألوفة حيث تبدلت يوميات الناس وتوقفت حياتهم في ظل انتهاكات وعزمات معيشية واقتصادية متزايدة جدارية مأرب شهدة على ما يحدث في عاصمة البلاد المخطوفة موثكة معاناة المواطنين جراء جرائم الحوثيين بكل ما يتصل بحياة اليمنيين للأسف صنعاء الآن أصبحت الخوف والهلع والرعب داخلها أصبحت محطمة أصبحت الميليشيا تنهب تقتل تعمل الكثير من القرائم التي لم نشهدها من قبل كما كنا عايشين في صنعاء بعد ثمان سنوات من الحرب صنعاء أصبحت على شكل صورة فقط لم نعد نستطيع الوصول إليها ولكننا أصبحت ننظر لها في إحدى شوارع مارب على هيئة صور فقط قرابة أربعمائة صورة موزعة بين اختطافات وانتهاكات تقييد للحريات ونهب للممتلكات العامة والخاصة إضافة لتشويه جمال المدينة ومظهرها العام يتوافد الزوار على المعرض الواقع وسط مأرب من مختلف فئات المجتمع لمشاهدة محتوى معرض شتاء صنعاء الذي يهدف للتذكير بجرائم الإنقلابيين وحماية الذاكرة الجمعية من الطمس والتزييف مقدما تفسيرا دقيكا وشاهدا بصريا للواقع المر في زمن الميليشيات هم يريدون تجريف الهوية اليمنية لأنها تصيبهم في مقتل عملية التمييز الطائفي الذي تقوم بهذه الميليشيات جسدها هذا المعرض من خلال الكثير من الصور أيضا عملية النهب العام والحارس القضائي نهب الأموال نهب البيوت نهب الممتلكات مشاهد وحكايات ومآس كثيرة يسردها المعرض المفتوح الذي نظمه مركز العاصمة الإعلامي المهتم برصد وتتبع ما تحدثه ميليشي الحوثي من تغيرات وتطيف لواقع الحياة الاجتماعية وتدمير لحاضر الناس ومستقبلهم يمثل المعرض شاهدا حيا على مدينة وبلاد تغير حالها في محاولة لإحياء الذهنية الجمعية وكشف وتوثيق مخاطر استمرار سيطرة ميليشي الحوثي وعبثها المتواصل بالحياة والناس خليل الطويل لبرنامج نقاط كناة بلقيس مأرب إذن مشاهدين نذهب الآن لترحيب بضيفنا سينضم لينا عبد السلام الغباري مدير مركز العاصمة الإعلامي أرحب بضيفي سيد عبد السلام مساء الخير مساء النور أهلا بك أخي شادي حياك الله في البداية دعنا نتحدث عن دوافع هذه الحملة ودلالة اختيار هذا التوقيت بسم الله الرحمن الرحيم معرض الشتاء صنعاء هو معرض أقامه مركز العاصمة الإعلامي مركز العاصمة هو يهتم بوضع صنعاء وما يدور فيها من أحداث ومن انتهاكات وغير ذلك منذ ثمانية عوام الدلالة أنها أتت في على نهاية العام المنصرم الفين واثنين وعشرين والعام الجديد أردنا أن نستفتح العام الجديد بهذه الصورة الكبيرة والتي شملت معظم الانتهاكات التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال الأعوام الماضية نعم طيب فيما يتعلق بصنعاء يعني قد يتساءل أحدهم لماذا صنعاء مع أن الميليشيا تسيطر على حوالي 11 محافظة والحال يشبه بعضه في كل المحافظات صنعاء هي عاصمة اليمنين التاريخية وإذا ما اهتم الجميع بصنعاء فستعود كل البلاد مركز العاصمة تخصص في وضع أمانة العاصمة صنعاء وما يدور فيها من أحداث وصلت الضوء من خلال هذا المعرض الذي شمل والذي احتوى على نحو أربعمائة صورة على معظم الجرائم أو معظم المجالات التي طالتها الانتهاكات كان أبرزها حق الأطفال انتهاكت عسكرة الطفولة منها اختطاف الصحفيين وقد الحياة السياسية نهب الأموال العامة والخاصة وغير ذلك شتاء صنعاء أيضا واختصينا الاسم ذلك وقصدنا شتاء صنعاء معنى ذلك اختطاف النساء تجنيد النساء أيضا اختطاف الصحفيين واجتثاث المؤسسات الصحفية شتاء صنعاء قصدنا به أيضا قصدنا به أيضا نهب الأموال العامة والخاصة قصدنا به تجنيد النساء قصدنا به اختطاف الطفولة ووائدة واختطاف السياسيين وهذا القصد من تصلط الضوء على صنعاء فهي رمزية البلاد وهي أيضا وإذا ما استعدنا صنعاء فستعود البلاد وستحمى أو نكون قد حملنا الهوية اليمينية جميل طيب يبدو من مضمون هذه الحملة وما تم عرضه فيها أنها فرية بكل ما يدين ميليشيا الحوثي في كل ما ارتكبته بحق اليمنيين يعني هنا ألا يعتبر الوقت قصيرا مقارنة بما هو مطلوب لعرض كل الجراهم ومظاهر التشويه التي مارستها الميليشيا صحيح أغلى المعرض شميلة معظم الانتهاكات التي برزت والتي ظهرت وما خوفي أعظم لكن الوضع في صنعاء وغير صنعاء يحتاج إلى جهد أكبر يحتاج إلى جهود مستمرة فالرصد مستمرة في التوثيق أيضا أرد من خلال المعرض أن نفتح المجال أمام الجميع للتقاط الصوار وإرسالها للتوثيق كل جريمة وكل جرم يحدث في صنعاء بإمكان الجميع ومن خلال وسائل التواصل ومن خلال الأرقام المتاحة بإمكان الجميع اليوم أن يوثق أن يشهد أو أن يكون شاهد على كل جرائم في صنعاء وغيرها طيب ما انعكاست هذه الحملة حتى الآن من خلال ما لمستوه من الإقبال وصدى التفاعل الكبير الحاصب على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا صحيح المعرض من خلال منذ نحو إسبوعين شهد تفاعل كبير جدا في التواصل الاجتماعي وأيضا في التغطية الإعلامية ومنها قناتكم المتميزة التي واكبت المعرض من أول لحظة لتدشينه الأنكاسات أتتنا أيضا طلبات من محافظات أخرى لعمل يعني للإفادة بعمل معارض أخرى سواء في صعدة أو في تعز وغيرها هذا سيكون المعرض سيفتح المجال سيفتح المجال لتوثيق الجريمة في أي مكان سيفتح المجال لعمل معارض أخرى سيفتح المجال أيضا لتنشيط لاستعادة حيوية الصورة ومعناها ودورها الحيوي في الإعلام وتوثيق الجريمة وغير ذلك نعم طيب هذه الحملة كيف يمكن تطويرها وتوسيعها لتشمل محافظات عديدة خصوصا بأن الانتهاكات أصبحت لا تعد ولا تحصى إذا ما توقفنا فقط على محافظة إب على سبيل المثال الانتهاكات بالجملة بالتالي هل من الإمكان استغلال هذه الحملة والزخم الذي لاقته هذه الحملة في توسيعها لتشمل محافظات أكثر صحيح بإمكان أن تشمل تشمل محافظات أخرى ومن هذا المنبر ندعو السلطات المحلية الشرعية في كافة المحافظات للاهتمام أو لتركيز الجهود في هذا الجانب قد نكون نحن في نشطنا أو تمكننا من إنجاز هذا العمل وهو مكلف من ناحية المادية ومن ناحية الجهد في المحافظات الأخرى على السلطات المحلية أن تعمل وتساند كل المراهز الإعلامية وكل المراهز الحقوقية على إنجاز مثل هذه الأعمال على توثيق الجريمة الحوثية في كل مكان وأن لا تبقى بعيدة أو مكتوفة الأيدي نعم طيب سيد عبد السلام هذا المعرض يعني أنتم في مركز صنعاء هل يعني لديكم خطة في أن يستمر هذا المعرض مثلا بشكل دوري سنويا أو كل ستة أشهر ما هي الترتيبات في هذا الجانب هذا المعرض هو لأول مرة يقيمه مركز العاصمة الألامي وبالإمكان أن يقام في كل عام بإذن الله وسنعمل وسنساعد كل المحافظات التي طلبت مننا إفادتها أو ترك الخبرة في مجال هذا سنساعد كافة المحافظات وسنعمل أيضا على إنجاز ذلك في كل عام لأن الموضوع سيحتاج في كل عام ولدينا أيضا أنشطة أخرى في هذا لدينا الشهر القادمة تقارير في التقرير السنوي بإذن الله وسنوثق وسنبرز ذلك للإعلام وأيضا العام القادم سيكون لنا في نشاط ومعرض آخر بإذن الله جميل طيب أهل وجدتم تعاون في إنشاء هذا المعرض من السلطة المحلية وأيضا هناك جهات ساندتكم ودعمتكم في إنشاء هذا المعرض أم أنه فقط جهد خاص لمركز العاصمة صحيح كان هناك دعم أيضا كان في دعم من مجلس الإسناد المشكورين ومن مشروع مسام كانوا بالشراكة معنا أيضا في ذلك أيضا أحب أوجه الشكر لمن ساندني وساند فريق العاصمة وهو الأستاذ محمد الجماعي والفنان هلال المرقب وغير ذلك وغيرهم من الشباب كانوا ساند وعون لنا في إنجاز العمل في إعداده في إخراجه في إخراجه بأحسن صورة إلى الإعلام وأيضا ما زالوا مستمرين إلى اليوم ونحن فريق واحد نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا شكرا سيد عبد السلام الغباري مدير مركز العاصمة الإعلامي كنتم معنا عبدالقمار الصناعية من مأرب شكرا جزيلا لك مشاهدين ننتقل الآن لنقاش المحور الثاني صناع الجمال أو رواد النظافة أو صانع البهجة صفات جميعها تدل على وظيفة واحدة وهي مهنة النظافة والتحسين وهي بالتأكيد وظيفة جليلة بما تحدثه من فرق كبير يتجلى في كل شارع وحي ومدينة ويبعث في النفس الراحة والجمال الأسبوع الماضي شهدت مدينة مأرب فعالية كبيرة كرمت فيها السلطة المحلية نحو 900 عامل وموظف من منتسبي قطاع التحسين والنظافة خطوة لقيت ارتياحا كبيرا في مضمونها ومدلولها في هذا المحور نناقش مع أحد صناع الجمال في تعزى الانعكاسات النفسية للاحتفاء بهم وبإنجازاتهم وما الذي يجب أن تقوم به الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم أرحب بضيفي سيدنا ملينا أحد مشرفين أضافة بمدينة تعزى سيد عبدو قاسم سيد عبدو مساء الخير مساء الخير عليك وعلى أخوة المشاهدين أهلا بك سيد عبدو بداية حدثنا عن تفاعل الناس مع وظيفتكم في جانب النظافة هذه الوظيفة الجليلة من حيث التعاون وغيره هل تجدون ذلك التعاون وذلك التقدير للمهنة؟ طبعا في البداية أحب أشكر استضافتكم اللي قالت بالقيس فعلا هناك تقاوب من بعض الإخوة المواطنين في الأحياء والحالات مع وجود نظرة دونية من بعض الأشخاص لكن نقول أنه النظاف في ظل استمرار وتحصل النظافة نجد تعاون من الأخوة المواطنين من قبل السلطة المحلية من الجميع إن شاء الله نتمنى كذلك من الأخوة طباء المساجد وغيرهم في تبعية الناس بأهمية التعامل الجيد مع عامل النظافة واحترامه وتقديره كونه له دور كبير في تحسين المظهر الجمالي للمدينة وظهور المدينة بنظهر اللايق التي يجب أن يراها الجميع جميل طيب سيد عبدو نحن لو عدنا بتاريخ قليلا إلى الوراء ربما منذ عام ونصف أو عامين هناك عمال النظافة في تعز عانوا لفترة طويلة وكانت معاناة شديدة بانقطاع المعاشات وعدم الالتفات لأحوالهم بالتالي اليوم ما هو حال عمال النظافة؟ هل يجدون ذلك التقدير أو حتى ما يغطي احتياجاتهم من مرتبات مستقرة وثابتة؟ طبعا أخي الكريم نحن كعمال النظافة وكعمالي في صدق النظافة والتحسين ضلينا فترة طويلة مع الإضرابات والمسيرات من أجل الانتظام الراتب وقدنا أن هذا الجانب مثل نوع من الكارثة بيئية على المجتمع ولهذا حاولنا أن نحسن صورتنا أمام الجميع بظل التعاون مع السلطة المحلية والإدارة المتعاقبة من أجل تحسين العمال طبعا في الفترة الأخيرة نوع عمال فيها العام 2020 انضبطت الرواتب نوع عمال مع وجود زيادة حوالي 10% إلى جانب الراتب لكن هذا لا يكفي إلى تحسين حياة العام النظافة عمال النظافة يعملون في ظل ظروف صعبة في ظل الحرب الراتب لا يكفي حتى لتوفير لقمة العيش أو العيش حياة كريمة نحن نتمنى أن يتحسن الرواتب أن تكون هناك تحسين الرواتب إسوة بقية المحافظة المحررة كمحافظة عدن وماري وغير المحافظة رواتب عمال النظافة يصل فيها إلى 90 إلى 100 ألف ريال لكن نحن في تعز 60 ألف ريال وهذا لا يكفي إلى تحسين حياة العام النظافة هناك علينا أعباء نفقات يومية مدارس تعليم صحة وهذا لا تبضي جدا قارة بالأعمال التي نقوم بها طيب ما الذي يجعلكم سيد عبدو تشعرون بتقدير الناس لوظيفتكم هذه ومهنتكم طبعاً ما مهنة عمال النظافة مهنة يجب أن يقدرها الجميع عام النظافة هو الوجه الحقيقي للمدينة إذا عام النظافة إذا تنظفت المدينة الكل يحترم عام النظافة والكل يشعر بالحماية من الأمراض والأوبياء من انتشارها كذلك يعني النظر إلى عام النظافة بالنظرة الدونية يقلل من احترام النظافة للمجتمع وكذلك يعني عكس سلبل على أعمال النظافة لكن عندما يجد العام النظافة تقدير من المجتمع وتقدير من المسؤولين والسلطات المحلية يقوم ببذل الجفوذ أكثر من إظهار المدينة بالمظهر الليق نعم وهذا يعني انكشف الوضع وبان عندما مثلاً حدثت في الفترة السابقة بأن عمال النظافة أضربوا عن العمل وجدنا يعني شوارع متكدسة والناس بالفعل حينها عرفت قيمة وقدر هذا العامل وكم هي هذه المهنة جليلة وتستحق كل الاحترام والتقدير لو تحدثنا هنا عن التحديات التي تلاقونها في عملكم اليومي طبعاً كثير من التحديات عدم تعاون الأخوة المواطنين مع عامل النظافة العامل ينتهي من عمله أو ينتهي من تنظيف الشارع ويأتي مواطن ويرمي القمامة إلى الشارع وعياتهم من الوخلاء كذلك المحلات التجارية تقوم بتنظيف محلتها إلى الشارع وهذا يجعل العامل يتعبض المجهود أكبر مما يخليه الضيق فلتحنت أمننا من الجميع المواطنين أن يكونوا إلى جانب عامل النظافة بالتعاون مع عامل النظافة في وضع القمامة في أماكنها المحددة حتى مرور الشاحنات لأخذها كمس المحلات إلى وضع القمامة في أكياس محكمة الإغلاق حتى لا تتشر الأمراض الأوبئة وكذلك حتى لا تعبث بها الكلاب الضالة أو الذين يبسون الكدافة إلى الشارع نتمل من الجميع أن يتعاون مع عامل نظافة وأن يوضع القمامة في أماكنها المحددة في الأحياء وكذلك في المحلات نعم طيب بالتأكيد تابعتم التكريم الذي حدث في محافظة مأرب السلطة المحلية كرمت في محافظة مأرب تسعمائة عامل نظافة كيف تنظرون أو تتابعتم هذا الخبر وتنظرون لأي تكريم أو تقدير للعاملين في هذه المهنة الجليلة طبعا جهود وشكورين عليها الأخوة في محافظة مأرب على ما قام به ونتمنى كذلك للأخوة في السلطة المحلية في محافظة التعز أن تحضوا حظهم لاهتمام بالعاملين في المجال النظافة والتكريمهم والنظر إلى معاناتهم نتمنى كذلك من السلطة المحلية أن تقوم بذلك نعم طيب لو تسعن هنا عن التكريم الحقيقي الذي ترون أنكم تستحقوه وبه يتحقق فعلا الرضا النفسي والمعيشي أيضا التكريم الحقيقي هو أن يعطي العامل حقه نظير القهد الذي يقوم به لو قررنا الراتب الذي يتقاضى العامل يعني مقابل للعمل يقوم به الراتب قليل جدا لا يكفي حتى مقابل المعيشة ما ننظرش لبقية الخدمات الصحة والتعليم وغيره الراتب ضليل جدا نتمنى أن يتم مساواتنا للأخوة أخواننا العاملين في بقية المحافظات المحررة نعم إذن جميل طيب قبل أن ننهي حديثنا معك يعني سأترك لك المجال في أن تضع رسائل توجيهها من خلال هذا المنبر للمواطنين أيضا للعاملين في هذه المهنة الجليلة تفضل وأوصل رسائل كده لديك طبعا نتمنى من الأخوة المواطنين أن يكونوا عونا لعامل النظافة في إظهار المدينة بالمظهر اللايق أن يساندوهم في وضع القمامة في أماكنها المحددة طبعا المعمل النظافة في الفترة الأخيرة تحسنت كثيرا ونتمنى أن تطلق إلى الأحسن وهذا لن يحدث إلا بتعاون الجميع العامل النظافة والمواطنين وإدارة الصندوق والسلطة المحلية النظافة هي حلقة متكاملة نتمنى من الجميع أن يقف يد واحدة من أجل تحسين مستوى مدينة تعز للمظهر اللايق تعز تستحق أكثر من ذلك طبعا أتمنى من السلطة المحلية أن تولي عمال النظافة في تعز خاصة اهتمام أكثر في الحيث الزيادة في الرواتب النظر إليهم الاستماع إلى معاناتهم إلى معاناتنا طبعا نحن لا نطلب الكثير ولكن نطلب أن السلطة المحلية أن تقف إلى جانبنا من أجل الحقوقنا حتى نعيش حياة كريمة في تعز في هذه المدينة المحاصرة نعم أشكرك جزيلا شكرا سيد عبدو قاسم أحد مشرفي النظافة بمدينة تعز كنت معنا من تعز شكرا جزيلا لك ومشاهدين ننتقل الآن لنقاش المحور الثالث والأخير ضمن أعمال الجلسة الاستثنائية الثامنة عشرة للجنة التراث العالم التي عقدت في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري بمقر منظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس أدرجت منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة المعالم التاريخية لمملكة سبا القديمة بمحافظة مأرب ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر وبقدر ما لقي القرار احتفاء وأصداء إيجابية تجددت التحذيرات من خطورة أعمال السرقة والتشويه التي تتعرض لها بعض المعالم والأثار التاريخية في محورنا هذا نناقش أهمية إدراج أثار مملكة سبا ضمن قائمة التراث العالمي وأبعاد إدراجها ضمن التراث المهدد بالخطر وكيف يمكن حمايتها نبدأ النقاش بعد أن نتابع سويا مشاهدين هذا الاستطلاع يا أخي وعزيزي بالنسبة للمواقع العثرية وإهتمام الدولة الدولة مهتمة بها ومحوشتها وممكنت ناس منها بحراس التاو والإهتمام بها وممنوع أي شخص غير مسؤول أو غير كذا أن يدخل المناطق هذه إلا عن طريق الجهات الحكومية ومارب غلية بالآثار بالأشياء القديمة بالحضارة السابقة بكل شيء في ما قد سبق والآن ولكن الآن من ناحية المصلحة هذا حق الآثار ما هيش مهتمة بسبب الحرب والمشاكل هذه والظروف هذه وإن شاء الله عندما يصبر وضع اليمن تشوف أشياء طيبة إن شاء الله ويهتموا بالمناطق هذه ويهتموا بالآثار ويحتفظوا بها وهي الآن محتفظة محتفظ بها وموجودة وعليها إحرازات وعليها أمور وعليها أشياء طيبة إن شاء الله أشه العقوق هذا يا شعب اليمن أشه العقوق هذا حكومة ولا حكومة ولا احترمتم آثرنا وتاريخنا سألكم بالله يعني كأن إحنا أقسم بالله ما إحنا شامنين يجب أعادة الفحص هل إحنا يمنين فعلا لا يمكن يكون هذا العقوق وهذا الجفاء مع أرضنا وتاريخنا وحضارتنا هذه حضارة روّقت لها كتب سماوية يا قوم روّقت لها كتب سماوي وتشرفت بها كل كتب الدنيا والله هل نقص إلى هذا المكان أقسم بالله إن في هيبة يعني تشعر بعظمة الإنسان يمني وما قدمه مع إنجزه مع ذلك شوفوا على إهمات وهذا خط المسند شوفوها هذا خط المسند الآن في الأرض في الأرض لسعى الأقدام شوفوها أعظم حضارة في التاريخ خط المسند هذا على فكرة هو الخط العربي الحميريين القحطانيين اللغة حقهم هي لغة العربية وهذا هو أول خط رسم للغة العربية شوف كيف مطور تحت الأقدام وكأنها أقسم بالله لا تتبع أحد وكأننا محنش يمنين وكأن هذه ليست أرضنا وكأن هذه ليست آثارنا شوفوها تحت الأرض الله المستعان يا شعب اليمن هذا كله يعني إشباعا لرغبة الإمامين السلالين شوفوها الله المستعان أشهد العقوق يا قوم أشهد العقوق أشهد الجنان والله العظيم أقسم بالله إن لم نحمي آثارنا وحضارتنا وتاريخنا إن الإماميين والسلالين القرود بيحولوها إلى بيحولوها إلى مشكر بيقلعو هذا وحولوه إلى مشكر تابعنا مشاهدين هذه المدة ونذهب لترحيب بضيفنا سيدنا ملينا صادق أصلوي مدير مكتب الآثار بمحافظة ماريب ورحب بضيفي سيد صادق مساء الخير مساء النور أهلا بك سيد صادق حياك الله ما الذي يعني إدراج آثار مملكة سبع إلى قائمة التراث العالمي طبعا إدراج الآثار ماريب أو الآثار أهم آثار ماريب ماريب أو الأهم آثار الأشبائية في قائمة التراث العالمي طبعا ذو فائدة كبيرة جدا بالنسبة في عملية الصون والحفظ لأن هذه الآثار الآن تعاني من ويلة الحرب من ويلة العوامل الطبيعية من ويلة العوامل البشرية وبالتالي فإن دخولها ضمن قائمة التراث العالمي سيساعدنا على الحفاظ على صيانته والحفاظ عليها نعم طيب لماذا تأخر هذا الاعتراف بتاريخ حضارة عمقها آلاف السنين لاحظ هذا السؤال مهم وحاجة إذا نحن بنرجع إلى الخلف إلى الوراء إلى حوالي سبعينية القرن الماضي هذا هو الوقت المناسب سبعينية القرن الماضي كان هو الوقت المناسب لإدراك آثر سبع ضمن قائمة التراث العالمي نعم ولكن مرة الهيئة ناس فاهمين عليها وعلمها ولكن لا أدري ما هي الأسباب التي أدت هل هي السياسة أو شيء من هذا القبيل حالة دون أن تدرك هذه الموقع ضمن قائمة التراث العالمي فعندك معبد أو أهم المعابد هذا الذي كان يحقي ألف أيام معلومة من السنة معك سدي مارب أعظم بنهندسي تشهد القزيرة العربية خلال فترة تاريخها القديم معك مدينة مارب القديمة هذه مساحتها 110 هكتار يعني هذا أكبر موقع في القزيرة العربية مش على المستويل المنو ولكن على المستويل القزيرة العربية ولكن في شيء أو في مقارسة الأنظمة السياسية هو هنا سؤال مهم فيما يتعلق بالنظام السياسي السابق منذ ما قبل الحرب ثلاثين سنة ألا يعقل أنهم لم يتابعوا هذا الملف ويتابعوا بعد إدراج هذه الماكن الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي أين كانوا هؤلان ما الذي يعملوه لاحظ في 82 دخلت مدينة شبام حضراموس في هذه الفترة كان مفروض أن يضم إليها أثر ماربا ولكن لم يتم هذا وما أدل هل دخلت عن طريق حيات مدينة شبام حضراموس في 82 هل عن طريق حيات المدينة التاريخية أو عن طريق الآثر أنا أعتقد عن طريق هيئة المدينة التاريخية معك دبيد معك صنعاء كلها مدينة تاريخية آثر معالم أثرية لا حد الآن لا يوجد هنا مسألة مسألة الهيئة هل كانت تقاري النظام السياسي أو أن شيئا ما غائب عننا لا نستطيع أن نحدده أنا لاحظ في تقرير والأخر الذي أتكلم عن هذا الموضوع هذه النقوش الموضوعة في معبد أوامل هي مرصوفة أعيد استخدامها خلال فترة تاريخية لاحقة يعني شوف لاحظ أن هذه العملية موجودة ومستمرة ومتأصلة في اليمنيين إلى اليوم كان كل واحد يجي يهين نقوش ما قبله أو يتمسها أو يعملها وهذه العملية مستمرة أيضا إلى اليوم وهي قديمة وليست تليزة العالم لكن ما الذي يبرر أن تبقى آثار بهذه القيمة سي صادق سامحي بل قاطعتك هنا ولكن ما الذي يبرر أن تبقى آثار بهذه القيمة مرمية على الأرض مع أن الأمر لا يكلف شيء على الجهات المعنية في رفعها وحفظها وصونها في أماكن مخصصة أنا والله كنت سأتي إليك في الموضوع هذا بعد أن أستكمل الفقرة اللي كنت بصددها لاحظ البعثات الآثرية عاثت فسادا في مارب ودخلنا في إشكاليات كبيرة وأستطاعوا في النهاية المقام كنتنا الحلقة الأضعف وأذاحوني من عام 2007 حتى منتصف 2021 لماذا النقوش وحدها فقط أو القطاع الأثرية وإنما رفع الأعمداء بحقة الترميم ولم يسم ترميم هنا إشكالية هل نحن أمام عملية منهجية رسمية لتجمير آثارنا هذا هو اللي حاصل بالفعل حاصل وهذا لا يمكن أن ننكره لا يقول لك أنت كنت موجود أنا موجود واعترض ولكني وقلت في النهاية المطاف لأنه كنت أنا الأضعف بالنسبة له وهذه الحالة الطبيعية الحاصلة في معظم المؤسسات بأن الشخص الذي يقف في وجه أي فساد يشيطن ويتم إبعاده تماما من واجهة أي عمل يراد اللعب فيه لا أقول أنا أو أدعي أنا مفروض لا تتكلم عن هذا القانب لا لا أنت تتكلم بشيء يعني ربما ليست قصة مفاجئة يا سيد صادق ربما قصتك هذه آلاف القصص المشابهة في مئات المؤسسات هذا أمر أصبح معتاد في مؤسساتنا وليس بجديد لكن دعنا نتحدث هنا في صلب هذا الموضوع فيما يتعلق بهذه الآثار يعني ما زال هناك الحديث من مختصين داخل محافظة مأرب بأن مناطق أثرية مهمة ما زالت تقع هذه المناطق تحت أملاك خاصة لمواطنين بمعنى أنه تجد أماكن أثرية بامتياز يملكها مواطن وبالتالي وكأن لا وجود للدولة لاحظ هذه العملية عملية صحيحة وغير صحيحة بنفس الوقت كيف؟ يعني ما هذا التناقض؟ طبعاً للمواطنة أقول لك هذه أرضي وهذه آثارنا وهذه حق أقدادنا وهذه حقنا ما هي حقكم تمام؟ لكن في النهاية فين تروح الآثار؟ أثناء التنقيبات؟ تروح مخازن الآثار والحالة الشذة هذه الموجودة في المعبد أوام هو ترك القطاع في المعبد للاستفادة منها في التصوير أفلام وثائقية وعمل تحقيق الصحفية في المقلة المشهورة جيمنة الشيونة الجيوغرافي مقابل عائد مدي لصالح البعثة وهذه مخالفة كانت القانون الآثار والتصارح والاتفاقات الموقعة مع البعثة أنا وقفت في هذا القانون وأعلمت لكن المواطن من يدعي يخلي يدعي لكن في النهاية الآثار وين تروح؟ تروح مخازن الآثار وهذا اللي يهمنا جميل طيب اليوم فعليا وعمليا يعني ما الإجراءات المطلوبة لحماية الآثار وضمان عدم سريعتنا؟ خلينا أعيد السؤال؟ يعني السؤال هو ما الإجراءات العملية التي التي يجب أن تتبع لحماية الآثار وضمان عدم تعرضها لأي سرقة؟ أقول لها أول حاجة إيقاف التنقيب الآثاري بشكل كامل فيما عدا المواقع الآثارية التي سبقى بها التنقيب لا بد أن تستكمل لأن نحن لشنا بحاجة أن ننقل في مواقع جديدة ونطلع الآثار لتنهب نعم هنا القصة وهنا مربط البراس إذا كنا بنخنق لتضيع الآثار لا يوجد دعوا آثار النجح سترى بأخي القصة الثانية أنا قررت موضوع في الانديبندنت العربية تنقل في الموضوع هذا كلام عن أحد الأمريكيين بأن وراء عملية النهب التي تعرضه الآثار في معبد أوام أو في مارب بشكل عام وراءه البعثات الأثرية المنقبة هذا المقال منشور موجود عندنا كنت تبحث عنه قبل ما أخرج ولكن مع السرعة لم أعثر عليه وموجود إذن هذا الامريكي هذا وهو أول الامريكي يكون صريح ويكون صادق يعني مع نفسه أولا مع الشعب اليمني مع العالم كله بأن هذه البعثات اللي نقول عنها تعيث فسادا يقول لك بما معنى أن هذه البعثات عارفة ما نعنوا عن القطاع وعارفة عددها وعارفة ما كانت توقجها فأطلقت شماسرتها لنهبها نعم طيب سيد صادق هذا ليس كلامي وأنك نعم طيب سيد صادق يعني من يتحمل المسؤولية اليوم لما تتعرض له بعض المعالم الأثرية من تدمير وتشويه وأيضا سرقة يعني ربما حتى بالفترة الأخيرة نجد على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يصورون بأنهم يمتركون تحف أثرية بمبالغ خيالية ويقول هذا حقي وملكي فمن المعنى اليوم وأن يتحمل المسؤولية في حماية هذه الآثار أعطيك باقي عليك لاحظ أنا سبق وانت تحدثت في هذا الموضوع بأنه قانون الآثر اليمني قبل عام 1990 قبل قيم دولة الوحدة كان يبيح الإثقار بالآثار نعم ثم مع قيم دولة الوحدة تم إلغى الباب الخاص بالإثقار بالآثار وبعد حرب صيف 94 أعيد الباب من قديد ولكن نواب الشعب وقفوا ضده وألغوا نعم نحن بحاجة إلى تشريعات وإلى تحديد مسؤوليات الهيئة العمى الآثر مسؤولة فرع مارب مسؤول لاحظ بأن الهيئة العمى الآثر أو فروعها في المحافظات لا يستطيع وأن يشتغلوا إلا من خلال جهات أخرى الجهات الأمنية معنية في الموضوع المحافظة معنية كلنا معنيون باقي تقول لي أنت اعمل ليش معمس كده ليش معمس في أمور يجب أن افترض أننا نحن قمنا في باك نحن جهات الاقتصاص جهات الآثار لكن بين الأدوات وين الوسائل التي ممكن من خلالها أن نستطيع أن نقوم بعملنا خير قيام نعم نحن حاولنا أقول لك وبصراحة وبشفافية وبوضوح أنا ستة وعشرون عاما وأنا المكتب في علاقية نعم كيف تريد من شخص غير مستقر وغير شيء أن يبدع أن يقدم ولكن رغم هذا حافظنا على مجموعة كبيرة من من القطاع نعم المخازن تشهد بذلك وإن تعرضا بعضها للنهب نعم طيب سيد صادق هنا سؤال أخير يعني قائمة التراث العالمي يعني بعد هذا الاعتراف الذي لاقته مملكة سبا يعني نتسأل هنا ما هي خططكم لاستثمار هذا الاعتراف العالمي لاحظ لدينا خطط تمام بس هل نحن قادرين على تنفيذ هذه الخطط الأول خطة أهم في البداية هذا ما يتعلق في البداية ذات شقين الأول هو حماية المواقع هذه بالتسوير وإنزال أفراد آمن لحراستها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تأهيل كادر في مقالة الصيانة والحفظ للاستمرار الحفظ بشكل مستمر لأنه عملية أنه دخلت ضمن قائمة التراث العالمي فأي تشويه مستقبلي سيتمشت بها ونحن لا نرغب أن تشطب جميل هذا أول شيء هي الحماية المستعقلة ثم تدريب كادر واستمرار الحماية والصيانة بشكل مستمر هذه أولى الخطوات وهي المطلوبة الآن المواقع نحن عندنا عوامل أمطار عندنا سيول قرفت سور مدينة مارب القديم القنوبي راح بكله في ذوق الذي كان فقط بلد وزار يغير استقاة منها سيول فقط طيب هل هي النقاط التي ذكرتها هل يعني لو تحدثنا بكل صراحة هل هي يعني صعبة ومعقدة وبالتالي وبالتالي يعني هناك قد تعجز الجهات المعنية عن توفير هذه المطالب لحماية وصون التراث هل هي ثقيلة عليهم إلى هذا الحد أن يوفروا حماية ويوفروا فريقها مختص يا أخي نحن لسنا فقراء بعد والله إذا وخلصت النية من نحن محتاجين لقائمة التراث العالمي نصونا أثارنا ننفسنا هي مقرز إمكانيات مقرز أن تعتمل مبالغ مالية وتوفر الأدوات للناس يشتغلوا عندنا كوادر عاطلة عندنا أشياء كثيرة يعني ما نستطيع أن نقوم بها بسبب غياب التمويل ميزانية المكتب فرع الآثر في مالة بصفر والهيئة العملة الآثر نفسية صفر كيف تريد أن النس هذا لا يحمل مواقع الآثرية نعم إذن سيد صادق أنا أريد أن أفهمه هل نحن أنا دائما نطرح السؤال هذا استمح لي دائما نطرح السؤال هذا هل نحن نريد آثار ولا ندعي الدعاء مقرد للتباهي الإعلامي أوه نحن لدينا آثار نحن عندنا حضارة لكن معاش نعمل أشي قدمنا هي هذه مشكلة مقازرية أن نتباهي بالإعلام ونجد كل شيء يمشي في سياق خاطئ طيب هذا الإشكالية هنا هو سيد صادق يعني أنا أقدر حرقتك وحبك لتراث البلد واهتمامك الكبير في أن يصان تراث هذا البلد ويتم الحفاظ عليه وبتالي حتى المشاهد وهو يستمع إلى حديثك لن يجد إلا شخص حريص كل الحرص على تراث بلده وحبه لهذا البلد أشكرك جزيلا شكر صادق الصلوي مدير مكتب الآثار بمحافظة مارف كنت معنا ونأمل مشاهدين من الجهات المعنية أن تنظر لما طرح في هذا المحور بعين الاهتمام حتى يتم صون وحفظ تراثنا تراث اليمن الغني والمتنوع والمتعدد أشكركم مشاهدين في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيلا شكر تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزامي الودي عطا هي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة